ابراهيم العرجاني اللي هو رئيس اتحاد القبائل العربية ابراهيم العرجاني اللي دخل علينا وقت الافتتاح بتاع الاتحاد او تدشين الاتحاد بعشر سيارات كادلك مصفحة موديل الفين اربعة وعشرين سعر الوحدة بيتجاوز الخمسة وعشرين مليون جنيه ابراهيم العرجاني اللي عمل فرح اسطوري لابنه فرح اسطورة والله اسطورة يعني اتحدى اتحدى ان نفس الفرح ده مثلا يقدر يعمله اغنى اغنياء مصر لو قولنا مثلا نجيب سويرس انه يقدر يعمل فرح بالشكل اللي احنا شفناه ده في فرح عصام ابراهيم العرجاني العرجاني اللي لمع اسمه بصورة كبيرة جدا واللي ملاقاش انسب من الاستاذ مصطفى بكري يكون المطبلاتي الخاص بتاعه عفوا مش المطبلاتي المتحدس يعني باسم اتحاد القبائل العربية او حتى باسم ابراهيم العرجاني منشتات وتصريحات ومعرفش وميليشيات والدنيا كانت فلة مع الراجل كان بيحصل معا كده وفي نفس الوقت كنا بنطلع بنقول يا جماعة في شركة اسمها هلا بتقدم خدمات سياحية الشركة دي رئيسها ابراهيم العرجاني الشركة دي بتبتز اخوتنا الفلسطينيين اللي واقفين عند المعبر وعايزين يدخلوا مصر وكنا بنعرض عشرات من الاستغاسات لأهالي فلسطين وهم بيقولوا مش عارفين ندخل ده كان فيهم مصريين بالمناسبة ده كان فيهم مصريين واقفين عند المعبر مش عارفين يدخلوا لان مطلوب على البني ادم الواحد الفين وخمسمية دولار وتلات تلاف دولار وكان طول الوقت والله ما عارفة يعمل اي دلوقتي يا رب ما تحطني في موقف ديق رشوان يا رب ما تحطني في موقفه ابدا وكان يطلع ويكذب وما حصلش وما فيش جنيب يتاخد وكذب القصة جملة وتفصيله لحد ما مبارح النيويورك تايمز وانا استغربت برضو ان صحيفة زي النيويورك تايمز كده تعمل لقاء مع ابراهيم العرجاني ابراهيم العرجاني رئيس الاتحاد القابق العربية رجل الاعمال المصري اللي كمان سمعت ان واخد توكيل بي ام دابليو دلوقتي في مصر يعني حاجة كده ما شاء الله يعني حدث ولا حرج استغربت ان هما يعملوا معا لقاء لكن الحقيه ده ما كانش لقاء ده كان كمين فخ النيويورك تايمز استدرجت ابراهيم العرجاني وخلوه اسناء اللقاء يعترف بلسانه ان شركه هلا كانت بتاخد فلوس من الفلسطينيين قالك اه الفلسطينيين اللي كانوا بيجوا عند المعبر وعايزين يخرجوا من قطاع غزه عشان يدخلوا المصر اه كانوا بيدفعوا فلوس هو طبعا حاول يبرر قالك لا اصلا احنا ما كناش بندخلهم بس احنا كنا بنقدم لهم خدمة vip ايه بقى الخدمة vip ان الراجل من دول او الاسره من دي اربع افراد خمس افراد ست افراد فرد واحد يجي يقف عند المعبر فيتقال له هتدفع وندي لك خدمات هلا ولا مش هتدفع فالناس عندها حرب عندها ضمار واللي قادر منهم واللي ما يصور الحال واللي هيطلع بقى عند ولاده هنا ولا هنا كان بيدفع قالك احنا كنا بناخد 2500 دولار على الشخص مقابل خدمات vip زينا زي اي شركة vip موجودة في المطار طبعا اللي يعني مش عارف شركات vip اللي موجودة في المطار انت بتدفع رسوم لشركة بيقفلك واحد من على باب الطياره لغاية لما يركبك العربية اللي هتوصلك لبيتك والعكس صحيح لو انت داخل مسافر بيقفلك من عند البوابة يخلصلك كل لاجراءاتك ويطلعك الطيار بس طبعا ما بياخدوش 2500 دولار يا استاذ عرجاني هي خدمات vip بتاعت المطار بتاخد 2500 دولار طيب خلص 2500 دولار مقابل ايه عشان نبقى فاهمين قالك اول حاجه بقدم لهم وجبة بقدم لهم وجبة طعام افضل انواع الطعام تاني حاجه بنقلهم من رفح لغاية القاهرة في سياره بي ام دابليو اللي هو واخد التوكيل بتاعه لكن الحقيقه شهود العيان والناس اللي طلعت شهاداتها والناس اللي اشتاكت واستاقت من اللي حصل معاهم من شركات هلا اللي صاحبها ابراهيم العرجاني قالك لا كان فيه vip ولا كان فيه بس حتى يعني القصه كلها كانوا بياخدونا في اوتوبيسات الديقه وصغيره متكوومين فوق بعض والطعام الاساسي اللي يخلينا عايشين لغاية لما نوصل القاهرة لا فيه vip ولا فيه اي شيء وحتى لو vip خلوني اقول لا هو صادق والناس كدابه وان الخدمه اللي كان بيقدمها لهم كانت vip هل الناس اللي بيوتها تهدت عليها الناس اللي خرجت بشنط هدومها من الضمار اللي حصل في قطاع غزه ده كان الوقت اللي انت تقف تعصرهم عند المعبر وعند البوابات الدخول يتعدي وتدفع الالفين وخمسمائة دولار يا مش داخل وترمي بقى ترمي زي ما انت كده جوه القطاع ولا جوه رفح اسبوع اثنين تلاته شهر زي لحد ما يبان لك صاحب طب ده كان بيحصل مع الفلسطينيين وهنقول ان كان يعني قلبك قاسي عليهم المصريين كان وضعهم ايه المصريين اللي طلعوا وعملوا فيديوهات استغاسك بعد سبع ايام قالك فقدنا كل اللي معانا وعايزين ندخل بلدنا واتفاجئنا ان عشان اعدي انا وقصرتي كان راجل وزوجته بيحضروا فرح ومعهم طفل مطلوب منهم خمس تلاف دولار دا عملولو خصم هو ما كانش فاهم كده انه معملو خصم على الطفل دول كان زنبوهم ايه وبعد كل دا كان يطلع الاستاذ دي يقرأ شوان ويقولك ما حصلش كذب ادعاءات ياريت بقى يطلع يبرر تصرحات ابراهيم العرجان دي كان سببها ايه